الأوضاع الاقتصادية في العالم والبلاد غير مستقرة وموجة غلاء الأسعار في السلع الأساسية منها الزيت السكر والحليب ومشتقاته وارتفاع بأسعار الوقود حيث تلقى الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها علينا هل ستشهد البلاد حالة استقرار اقتصادي بعد تشكيل الحكومة الجديدة أم أن مطالب شركاء الإتلاف ستثقل على ميزانية الدولة ونكون نحن المواطنين مكلفين بدفع الفواتير الانتخابية كيف يمكن للعائلة العربية أن تتدبر شؤونها في ظل موجة الغلاء وثبات الحد الأدنى من الأجور في مكانه رغم التغييرات والتطورات كل هذه الأسئلة سنترحها على ضيفنا المختص الاقتصادي ومدقق الحسابات السيد نزي زيادات أهلا بك معنا مساء الخير مينا مساء نور كيفك؟ ما صدقنا أنه تم الانتهاء من جائحة الكورونا وهذه الأيام خبراء الصحة يحذرون من عودة الكورونا خلال فترة الشتاء مواطن من وين بدوا يتلقاها؟ يعني ضربات من كل جانب وأخرها ضربة اقتصادية وغلاء فاحش بالأسعار ومنها السلع الأساسية شو أسباب ارتفاع الأسعار؟ العالم استفاق من جائحة الكورونا ومن هذا السبات الاقتصادي من ناحية كان هذه ممكن أن تكون إشارة جيدة وإشارة خير للمواطنين وللمصالح ولكن ازداد الخروج من أسنى الكورونا جعلت الطلب على السلع في العالم وبالذات في الدولة الكبرى طلب فاحش وطلب كبير مما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الخام في العالم وبالتالي نحن طالنا ترتوش من هذا الموضوع كما قلت في المقدمة الحرب الأوكرانية الحرب الضروس بين روسيا وأوكرانيا جعلت كثير من المواد الخامة ترتفع مثل الحنطة مثل كل المنتجات الحقلية المنتجات الزراعية والنفط هناك أيضا عوامل محلية العامل المحلي الأكبر هناك عاملان العامل الأول أن هناك استلاء لكثير الحيتان على قطاع الاستيراد المستوردون الذين يستوردون البضاعة من الخارج هم عدة خمسة ستة والحكومة لا تخفف من القيود من أجل إتاحة المجال للعبين جدد في عالم الاستيراد مما يجعل هؤلاء يتحكمون في الأسعار أنت تحدث عن غالبية الشركات الإسرائيلية التي هي كبيرة اليوم منتجة لمواد الغذائية والاستهلاكية أعلنت أيضا عن نيتها برفع الأسعار نوفا مثلا في الأسبوع الأخير حليبه ومشتقاته طبعا هذا الحليب ومشتقاته يدخل في السلة الاستهلاكية لكل أسرة وبالذات الطبقات الفقيرة في العشر الأخير نوفا تقول أنها لا حول ولا قوة لها إلا أن ترفع الأسعار لأن المزارعين رفعوا أسعار الحليب الخام وبالتالي هي تضطر من ناحية المنطقة الاقتصادي هناك منطق اقتصادي في قضية رفع أسعار نوفا لأن السعر يتأثر من جملة مكونات عوامل الإنتاج لهذا المنتج أو ذكاء المنتج يعني برأيك أن رفع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الأسعار المواد الخام وأنه يجب على كل شركة استغلال للفرص ومحاولة اقتناصها على حساب جيوب المتهلكين لأن اتنوفا ومعظم المنتجين هم تقريبا هي شركات احتكارية تتحكم في الأسعار في هذه الحالة يعني لو أن الحكومة أو الحكومات السابقة كانت تمكن شركات جدود وتجار من دخول هذا السوق لكان الوضع أفضل لأن هذه الشركات تتصرف كأنها كرتيل أو محتكرة يعني التي تتحكم بالسعار وكما قلت أن قضية دفع فطورة الانتخابات هي تدخل في كل هذه العوامل الاقتصادية وبالتالي هذه الانتخابات تمد أيدي السلطة وأيدي الحيتان في السوق أباطرة الاقتصاد إلى جيوبنا وبالتالي هذه تقع على أكتاف الناس الصغار نعم ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود أيضا يؤثر على قطاعات أخرى منها الألبسة منها الصناعات البلاستيكية حتى في المناطق تعودنا عليها يعني في مناطق مثلا مثل الضفة الغربية تعودنا على هذه المواد التي تكون في أسعار رخيصة في كثير من الأحيان اليوم عم بيوصل المستهلك وخاصة في الضفة يشعر بغلاء أحيان إلى الضعفين وأكثر يعني كيف ممكن يدبر حاله؟ الضفة الغربية ومناطق الضفة الغربية هي جزء من هذه المعمورة جزء من هذه البلاد يعني في إنتاجها المحلية واستنبول كمان ممكن طبعا لأنه في أفئة الإنتاجين تدخل هذه النفط يدخل تقريبا في معظم المنتجات وحينما يرتفع النفط في العالم أيضا تكلفة السلعة ترتفع بشكل مباشر وبالتالي يضطر المنتج وشركات لرفع الأسعار وهذا يعني إن كان بالضفة أو في إسطنبول أو في كل مكان آخر في المعمورة ربما في الضفة الغربية يعني تبدو الأسعار أرخص لأن في المنتجات المحلية لأن عوامل الإنتاج وبالتاء وبالذات العمالة أجرة العمل هي أرخص بكثير من البلاد فيسمحون لنفسهم وأن يبيعوا بأسعار أكثر ولكن الغلاء يطال المواد الخام في معظم المنتجات التي نستهلكها سواء في المجال الفردي وفي المجال الكل أو ما يضع بالاقتصاد بالماكرو كالكالا كيف يمكن للأسرة العربية إدارة الميزانية لما نحن نحكي عن الغلاء لمواد أساسية ما بدنا نحكي إسا أنه بدنا نشري سيارة أو كل الأدوات الكهرباء اللي كمان يعني عم نشوف كمان الأسعار الغلاء يعني عم توصل لعدة مجالات أو عدة أماكن ولكن كيف ممكن أسرة عربية توسط الحال أن توصل لترتيب وتنظيم ميزانيتها ما بدنا نحكي إسا على السفر وعلى الرفاهية وعلى باقي الأمور الناس في تفكيرهم الاقتصاد تفكيرهم الاستهلاكي وأماطهم الاستهلاكية مختلفون هناك الشريحة العقلانية التي تدير حساباتها وتدير ميزانيتها بالشكل العقلاني تلائم ما بين المدخلات وبين النفقات المصرفات وهناك من يتصرف بشكل عشوائي يعني كما قال المثل اصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب وهناك من يستهلك بشكل التباهي وهو يريد أن يظهر أنه أحسن من الناس وأفضل من الناس فهذه الشريحة الثانية والثالثة التي تتصرف بشكل ارتجالي بدون اللجوء إلى حسابات ودراسة مسبقة ستجد نفسها أنها تقتحم بقوة دائرة الفقر وبالتالي تجد نفسها أنها مع صفر ميزانية والناس الذين يتصرفون من أجل أن أريد أن أشتري وألبس الألبسة المتاج والماركات فهو يحاول أن يتصرف كما يريد أن يراه الجار أو يراه المجتمع وبالتالي يقوده هذا السلوخ إلى الإفلاس من هنا شريحة المستهلكين العقلانية التي تحاول في بداية كل شهر بناية ميزانية شهرية وتسلق ومنهجها في الشراء والاستهلاك وفقا لهذه الميزانية ربما تستطيع أن تتخطى هذه الأزمات ولو كانت الأزمة ممكن أن تكون مرحلية نعم بس في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود من لجأ إلى اقتناء سيارات كهربائية طبعا ليس لكل الناس عندهم القدرة أو المجال على ذلك لكن برأيك ممكن أن يكون خيار من أجل التوفير يعني الوقود في صيانة السيارة هو أحد العوامل وليس كل العوامل يجب أن نتحدث عن كل العوامل في صيانة السيارة أولا الصيانة نفسها التصليح التأمين الاستهلاك ما يدعى الإبحاث يعني انخفاض قيمتها إذا أخذنا هذه كل العوامل سوية ندرسها سوية التفكير فقط بالوقود هو ليس تفكير سليم يجب حين اقتناء المركبة أن نفكر في جميع هذه العوامل كل نفقات السيارة نعم البنوك والمؤسسات المصرفية أيضا بدأت بخطواتها الاحترازية تتعامل مع الزبائن بحذر بكل ما يتعلق بمنح القروض رفع الفوائد البنكية هل الحصول على قرد من البنك هو قرار سليم لتفادي الأزمة الاقتصادية؟ القرد هو مثل الأكمول هو يخفف الألم يسكنه بشكل مرحلي ولكن يعود الألم بشكل كبير حينما لأن هذا القرد هو ليس منح يجب تزديده في فترة من الفترات في المستقبل والمستقبل القريب نحن نؤجل وندفع في المشكلة إلى الأشهر وإلى الأيام القادمة القرد إذا لم يكن هناك حاجة ملحة ننصح بعدم اللجوء إلى القروض لأنه أولا قلنا القرد يجب أن يسدد وثانيا كما ذكرت أن هناك فوائد مصرفية ظاهرة جدا وهذه الفوائد آخذة بالارتفاع مطورة محليا وعالميا لأن أحد الأسلحة التي يجابه بها محافظ بنك إسرائيل ومحافظ البنوك المركزية في العالم يعتبرون الفائدة هي جهاز فرملة لكبح جماح التضخم المالي وأن الارتفاع الأسعار هو التضخم المالي أكثر الوسائل نجاعة كما أثبتت علوم الاقتصاد هو رفع الفائدة المصرفية أنت تقلل من الطلب على السلع ما هي تداعيتها على المواطنين؟ علينا إحنا كمواطنين الإنسان حينما يرتفع أسعار وهنا حينما يريد أن يأخذ القرض حتى لو الأوفردرافت سحب الزائد أيضا في كل شهر سيرى أن البنك يسحب من حسابه لقاء هذه الفوائد والمغضر الأكثر هم عملاء المشكنة أو القروب السكنية فالقرب الشهري أو الدفع الشهري أو القصة الشهري يزداد أكثر وأكثر بسبب الفوائد وأن الفوائد هي أيضا حتى ما قرأت من أفكار أميريا رونال المحافظة منك إسرائيل لأن التضخم في تزايد فهو يفكر برفع الفائدة وأن فائدة تبدأ تتبقى قبل سنتين كانت الفائدة المصرفية تقريبا سفر لا نشعر بها فهذا أمر أيضا جلل على الميزانية وعلى أجيوب المواطنين سياسيا طبعا وعلى كل موضوع الاقتصاد سياسيا أكيد له تأثير مباشر في هذه الأيام يجري نتنياهم مشاورات لتشكيل حكومته الجديدة هل برأيك أن هذه الحكومة سيكون لها خطة لمحاربة غلاء المعيشة زي ما ذكر ما قبل الانتخابات والله يا معاد أنا رأينا تصريحات كثير من الساسة والأحزاب السياسية قبل الانتخابات في كل في السنوات الأخيرة الشعارات هي الشيء والتنفيذ شيء ناتنياهو ودرعي واسموترش يعني الذين يتنزعون على حقيبة الاقتصاد لا يوجد لدينا في الدولة نفط ولا شيء يمكن أن يسد العجز المتراكم في ميزانية الدولة وفواتير الانتخابات لا أعتقد أن لديهم حلول سحرية سيستمرون في السياسة السابقة لأن حتى الوزارات المالية أكثر تدار من قبل كبار موظفي الوزارة الذين سيظلون في الوزارة يعني على سبيل المثال درعي يقول يريد أن يعطي شوفري مازون يعني قسائم للأغذية فكل شكل أو كل 50 شكل يدفعها للأسرة هذا ملياردات على الميزانية يعني بما معناه أننا إحنا سندفع الفواتير الانتخابية كمان لشركاء الائتلاف بمطالبهم كمان رح يكون التي لا حدود لها ما ننسى أنه بالذات الأحزاب المتدينة للطلب هذول اللي يتعلمون الطورة ويريدين لقاء تعلمهم الطورة أجر معين يعني في هذه كل استحقاقات الائتلاف الحكومي وباعتقاد نتنياهو سيغضق بالعطاء على هذه الشركاء السياسية لأنه لديه الهدف يعني هو يريد وبسرعة تشكي الحكومة من أجل تخليص ذاته من قضيته التي تدار في الأروقات المحاكم ماذا عن المواطنين الذين يتلقون مخصصات البطالة ودامان الدخل هل ستكون لديهم القدرة على مواجهة موجة الغلاء؟ طبعا ستكون حياتهم صعبة جدا لأن هذه المخصصات ستبقى على ما هي وليس ولا أتصور بأن تقوم الحكومة برفع هذه وإن كانت ترفعها فترفعها بالشيء الزهيد أعتقد أنه لا سيزداد سوء من أجل هيك هم مطالبون بالترشيد الاستهلاكي وشد الحزام على البطن من أجل مروح هذه الفترات السنين أو المراحل العجاث هل سنعيش مع هذه الأزمة الاقتصادية طويلا؟ أم أننا سنجهد انفراجه في مرحلة معينة؟ أمل يعني هيك تعطينا شوية أمل وتفاؤل؟ يعني كما قالها ضاقت لولا فصحة من الأمل ولكن هذه النبوءة تعرفين لمن أعطيت؟ قالت النبوء أعطيت ليس للعقل لا أعتقد أن هناك على قاعدة المعطيات العلمية أن هناك انفراج في المرحلة القريبة ما كان هو الذي سيكون أما نصائح لا تخطي هذه المرحلة؟ يعني النصيحة الكبرى هي اعقل وتوكل امسك القلم وامسك الورقة وعمل حساباتك لأنه إذا استمرينا في البقاء الاستهلاك العشوائي فسنجد نفسنا نقحم إلى دائرة الفقر وهذه التفاخر والتباهي ويجب أن يعني على قليل بشكل مرحلة يعني هل كل هالمركات والرحلات اللي بدنا نروح على إسطنبول وعلى هالدول الأعوبية من أجل أن نضع صورة في الفيسبوك وليس لأننا في حاجة حاول أن تكون أخي وأختي تكونوا عقلانيين يعني ميزانك الاستهلاكي يكون وفقا لمعايير عقلانية وليس يعني أنت تعيش من أجل نفسك ومن أجل صوتك وليس من أجل الحارة والحي فكون يعني كن عقلا عقل وتوكل فقط باستعمال العقل والترشيد الاستهلاكي يمكن تخطي هذه ألزمة الاقتصادية المختص الاقتصادي ومدقق الحسابات السيد نزيز يادات شكرا لك على هذه المداخلة ونتمنى لك وللجميع أن نجتاز هذه الضائقة الاقتصادية وموجة الغلاء ارتفاع الأسعار بأكثر أمان شكرا لك شكرا لك شكرا لك